موسيقى التاسع صباحا بتوقيت القهرة موجز لآخر الأخبار من قناة تن أهلا بكم ترأس دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف الخاص بمتابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة على مستوى الجمهورية حيث ناقش الاجتماع ما تم اتخذه من إجراءات حتى الآن في ضوء اهتمام الدولة بمعالجة هذا الملف وفقا للضوابط الموضوع كما وجه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية قال أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولي أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف سد النهضة الإثيوبية وتحركات وزارة الخارجية والرأي في هذا الملف وبحث إمكانية تحرك برلمانيا بجانب الدبلوماسية المصرية لمعالجة الأزمة وأضاف الخولي أن اللجنة ستبحث أيضا خلال الفترة المقبلة المذكرة التي خرجت من الكونجرس الأمريكي بشأن قانون أوضاع الأقباط في مصر والأخطاء الفاضحة التي احتواها هذا التقرير ومغالطات وجود انتهاكات ضد الأقباط المصريين مشيرا إلى أن اللجنة تعد تقريرا بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستعلمات للرد على تلك المغالطات أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن قانون القدس الموحدة والذي تم إقراره من قبل الكنسة الإسرائيلية يعد مخالفا لمقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة وأضاف أبو زيد أن هذا القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية وافتئاتا على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائية التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية قال المتحدث باسم قوات التحالف العربية العقيد ترك المالكي أن الحكومة الشرعية باتت صاحبة السبق والحضور في اليمن وخلال مؤتمر صحفي أكد المالكي أن قوات التحالف العربية لا تزال تملك المبادرة والتفوق على أرض المعركة الدائرة في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية لا سيما بعد انضمام حزب المؤتمر الشعبي العام إلى باقي الأحزاب الداعمة للشرعية وفي سياق متصل انتقد المتحدث باسم التحالف منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماك جولدريك متهما إياه بيلين حياز ومؤكدا أن ما جاء في تقاريره من المعلومات المغلوطة المواجهة ضد التحالف العربية عارية عن الصحة دع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري جميع المنتسبين للقوات المسلحة أن يشاركوا في الانتخابات وخصوصا الانتخابات الرئاسية وخلال مؤتمر صحفي تحدث المسماري عن وجود حرب تدار ضد الجيش الوطني الليبي بكل الوسائل المتاحة خاصة في موضوع الانتخابات وعن سير العمليات العسكرية أكد المتحدث أنه تم الانتهاء من العمليات العسكرية في مدينة بنغازي عقب تحرير منطقة أخبيش فيما يواصل الجيش مطاردة العناصر الإرهابية في المناطق المتاخمة قال الأمير رضا بهلوي نجلو شاه إيران الراحل أنه ينبغي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشجيع شركات التكنولوجيا الأمريكية على توفير خدمات اتصالات للإيرانيين الذين يحتجون ضد حكامهم من نظام الملالي وطالب بهلوي العسكريين الإيرانيين بالانضمام إلى الشعب والتخلي عن المرشد علي خامنئي الذي دعاه نجلو الشاه السابق إلى الرحيل بعدما مزق المحتجون صوره وهتفوا في مظاهرتهم مطالبين برحيله عن السلطة من جانب آخر طلب المفاوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين السلطات الإيرانية بالتعامل مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بأقصى درجات العناية مؤكدا ضرورة أن تقوم السلطات الإيرانية بالتحقيق في جميع الوفيات والإصابات التي وقعت حتى الآن وأعرب الحسين عن انزعاجه العميق إزاء التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من عشرين شخصا فضلا عن اعتقال المئات خلال موجة الاحتجاجات التي تشهدها إيران مشددا على أنه يجب على السلطات الإيرانية احترام حقوق جميع المتظاهرين والمحتجزين رياضيا فاز فريق طلائع الجيش لكرة القدم على نادي الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي في مباراة ضمن مؤجلة الجولة العاشرة من الدور الممتاز أحرز هدف طلائع الجيش الوحيد اللاعب صلاح أمين في الدقيقة الثالثة والستين وبهذه النتيجة يرفع نادي طلائع الجيش رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب ويبقى الزمالك في المركز الرابع ب28 نقطة ختام الموجز في أماننا